انهى المبعوث الاممي الى اليمن مارتين جريفث زيارة هي ثانية له الى صنعاء خلال اربعة اشهر وسط شعور بالتفاؤل بشأن نتائج هذه الزيارة التي وصفها بالمثبرة وشعور بالقلق الشديد تجاه هجوم محتمل على الحديدة المبعوث الاممي اوضح لدى مغادرته صنعاء ان نقاشاته التي اجرها على مدى اربعة ايام تركزت حول رؤيته للسلام التي سيطرحها على مجلس الامن خلال النصف الاول من شهر يونيو الجاري مارتين جريفث وبحسب مصادر مطلعة كان قد سعى خلال وجوده في صنعاء الى اقناع الاطراف في تجنب الحديدة القتال وسط تأكيدات بان الحوثيين وافقوا على الانسحاب من الحديدة مقابل شروط من بينها عدم اعتراض البضايع المتجهة الى مناطق سيطرة الميليشيا والزام الحكومة بتسليم الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا وعدم استهداف مناطق جديدة تحت سيطرتها وايقاف الغارات تتحول مدينة الحديدة وميناؤها الى هدف اكثر تعقيدا امام التحالف القوات الموالية للحكومة بعد ان نقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم مجلس الامن القومي الامريكي القول ان واشنطن تعارض اي هجوم من جانب الامارات والقوات اليمنية للسيطرة على المدينة فيما التقى مسؤولون امريكيون في البيت الابيض الثلاثاء لبحث الازمة المتحدث الامريكي اكد ان الولايات المتحدة واضحة وثابتة على مبدأ انها لن تدعم اي اعمال من شأنها ان تدمر البنية الاساسية الرئيسية او يحتمل ان تزيد من تدهور الوضع الانساني الذي اتسعى نطاقه في هذا الصراع مسؤول والامم المتحدة حذروا من جهتهم من ان الهجوم على الحديدة سيسبب كارثة انسانية وان خطة للمنظمة الدولية تتوقع ان عشرات الالاف قد يموتون في اسوأ الاحتمالات يأتي ذلك فيما اعتبر مسؤول غربي في تصريح ليرويترز ان مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتين جريفث لديه الان افضل فرصة تتاح لأحد منذ فترة في دفعه المسار السياسي قدما وبحسب هذا المسؤول فان السعوديين والاماراتيين اوضحوا انهم لن يتحركوا دون ان يفهم اصدقاؤهما وشركاؤهما الخطوات التالية وكيف سيكون اليوم التالي اذا ما حدث هجوم على الحديدة الغموض يكتنف مآلة الحرب كما يكتنف جهود السلام على نحو ان يبقي البلاد رهن ازمة طويلة الامد تان تحت وطأتها الغالبية العظمى من اليمنيين موسيقى